بينما كان اليمنيون يترقبون أدنى انفراج لأزمة ركب موجتها أدعياء الدولة المدنية الحديثة إلا أن حدثا جللا كان لهم بالمرصاد الجمعة الأولى من شهر رجب الحرام سماها أنصار الشرعية الدستورية جمعة الأمان وحولها ثلة من القتلة إلى جمعة للإرهاب والعدوان ظل هذا اليوم على مدى أكثر من 1400 عام عند الكثير من اليمنيين عيدا لا يقل أهمية عن عدي الفطر والأضحى باعتباره ذكرى دخول اليمنيين الإسلام لكنه تحول إلى ذكرى أريمة وفاجعة عظيمة كان معظم اليمنيين في ميدان السبعين يهتفون للأمن والأمان للسلام والاطمئنان لا سيما وأن هناك وساطة محلية وإقليمية تبلور إلى جانب القيادة السياسية حلولا لإنهاء الأزمة لم يعلموا أن أمرا قد دبر بليل وأن عشاق الموت لا يرعون إلا ولا ذمة لم يردعهم وازع ولا حرمة كيف لا وقد أقدموا على ارتكاب جريمة لم يسبقهم إليها إلا أبو لؤلؤة المجوسي وعبد الرحمن بن ملجم حتى من قتلوا شيخ الشهداء أحمد ياسين لم يقدموا على ذلك إلا بعد خروجه من المسجد إلا أن إرادة الله كانت أكبر من مخططاتهم فقد أنقذت الوطن من تبعات وآثار تلك المغامرة غير محسوبة العواقب رغم أنها أسفرت عن سقوط 13 شهيدا وعشرات الجرحى لم يقف الإجرام عند هذا الحد فهو خطيب دعاة الدولة المدنية الحديثة في شارع الستين يزمجر فرحا ويغرد طربا لسفك دماء برية وأن لمسلم أن يبشر بموت أخيه ويفرح به بشرا سارة بشرا سارة بشرا سارة دوي انفجار انفجار في وسط دار الرأسة انفجار في هذه اللحظات والدخان يتصاعد في هذه اللحظات في دار الرأسة خيم الوجوم والقلق على الوطن بأسره خوفا على مصير قائده وكبار قيادات الدولة حتى خرج الرئيس بتسجيل صوتي طمأنهم فيه رغم جراحه وآلامه إذا أنت بخير فأنا بخير والحمد لله وإن شاء الله يخرج شعبنا من هذه المحنة غادر الرئيس وكبار قيادات الدولة إلى المملكة العربية السعودية للعلاج من جروح غائرة ومع ذلك لم يذهبوا نحو الانتقام أو الثأر من قتلتهم لكنهم لا ينشدون غير العدالة سواء في هذه الجريمة أو الجرائم الأخرى الغريب أن هذه الجريمة النكراء جاءت عقب محاولات كثيرة ومبادرات عديدة قدمها الرئيس علي عبدالله صالح لإنهاء الأزمة من دندلعها ابتداء بلا آته الثلاث الشهيرة مرورا بتحكيم كتاب الله وصولا إلى المبادرة الخليجية إلا أن إصراره على تسليم السلطة إلى أياد أمينة وعبر الشعب اليمني نفسه كي لا تدخل البلاد في الفوضى والعنف وتعود إلى زمن الانقلابات جعل ثلة من دعاة الفتنة تنحو منحا آخر لأنها تعرف حجمها الحقيقي في الشارع اليمني فخططت لما هو أشنع وأفضع وعلى الرغم من أن أهالي شهداء وجرح هذه الجريمة متمسكون بالعدالة وأن يقول القضاء فيها كلمته إضافة إلى أن مجلس الأمن الدولي قد أكد على أن جريمة استهداف مسجد دار الرئاسة جريمة إرهابية مكتملة الأركان إلا أن القضية لا تزال تتقاذفها الأمواج المتلاطمة أمواج لا يعلمها إلا الله والراسخون في تغييب العدالة أما الأدهى من ذلك فإن من يسمون أنفسهم ثوارا يعملون بشتى السول على طمرها وإهدار دماء شهدائها تحت مسمى أن المتهمين فيها ثوار جاهلين أو متجاهلين أن الثورات الحقيقية هي ثورات مبادئ وقيم وأخلاق وإلا كيف لمن يدعي البحث عن المواطنة المتساوية أن يغمط الحقوق ويهدر الدماء تحت مسميات ما أنزل الله بها من سلطان فيصى الله الشبيبي اليمن اليوم